اشتركوا في القناة لماذا؟ لأنه بالتعمير يمكن أن تنظيم حياة الناس وتنظيم حياة الناس هي التي تساهم في أنك الدخل المساوات والولوج إلى الخدمات العمومية والاجتماعية بشكل كذلك متساوين بين مختلف الفئات بمعنى أنك عندما تخطط تحاول تجعل أنه ماشي كل شيء مركز في الأحياء لمحدودة أو في وسط المدينة وتخلي الهواء مش كاملة ما مستفداش لا من النقل ولا من الخدمات الاجتماعية ولا من المرافق العمومية ولا من المرافق التقافية إلى غير ذلك ذلك التعمير فعلا ماشي محايد ونحن اشتغلنا وهذا شيء يبادل العيال الآن كثيرا بالموازات مع سياسة المدينة اشتغلنا كثيرا على مراجعة المختطات هذه التعمير المختلفة في هذا الأفق باشتغلوا بعين الاعتبار المعالجة دي القضايا الفقر قضايا الإقصاء باشتغلوا بعين الاعتبار كيف يمكن ضخ أنشطة اقتصادية مديرة للدخل بالنسبة لساكنة معينة في أحياء خاصة عندما تكون هامشية ولكن كذلك في سياسات المدينة عملنا على أننا نهيئوا الفضاء الحضاري وذلك موجود اليوم في كبريات المدن كلها استفدت بشكل كبير بمئات الملايين ديال الدراهيم ملايير ديال الدراهيم في بعض الأحيان بطنجة، بتتوان، بالعرائش، بوجدة، بالنظر، بالحسيمة، بفاس، بامكناس، بالربط، بالدربضة، بمركش، بأقادير لكن كذلك في كثير من المدون المتوسطة اللي استفدت مئات الجماعات اللي استفدت من هذه التهيئة الحضارية التي غيرت الفضاء ديال العيش ومشي فقط في الواجهة بمعنى لما كتمر على مدينة باش تشوف الواجهة أو باش تشوف وسط المدينة ذهبنا وهذا الأمر بايل اليوم في مختلف هذه المدن ذهبنا إلى الأحياء لما كانش فيها تجهيز لما كانش فيها تطهير لما كانش فيها نارة عمومية لما كانش فيها خدمات اجتماعية لما كانش فيها مراكز ثقافية أو رياضية أو في إطار سعي حقيقة إلى أن نعيد الكرامة للأسار خاصة الفقيرة والمصطعفة وأننا نحاول نحس نرفضة ديال العيش ديال الناس هذا سؤال علي حال مطروح اللي يمكن أن نقول لكم هو أنه إحنا أنا المجيد هذه سياسة تبدأ وصلناها على أساس أن السكن الاجتماعي ضرورة لماذا؟ لأنه كيف يمكن محاربة إما السكن الصفيحي إما السكن غير اللاعق سأم السكن غير القانوني إلى ما بنتيش بسرعة ووفرتش بسرعة إما تجزئات سكنية لإخراج الناس من الصفيح أو من السكن غير القانوني وإدخالهم لهذه الفضاءات أو كذلك فضاءات لبناء شقاق اجتماعية بالتمان اللي كان عرفوها عندما جئت كانت هذه الأمور مطروحة في جوجة الجوانب جودة السكن اللي مبني وكنا قاسين جداً وحفرضنا أن تكون دفاتر تحملات اللي تم احترامها وتغيرت كثيراً تغيرت كثيراً الجودة للاد السكن اثنين أنه ما يمكنش نسكن الناس ونهربهم على المدينة دون لا نقل ولا تجهزات اجتماعية ولا ولوجه للخدمات العمومية وهذا الأمر جعلنا أن المنعيشين العقرية المستفيدين من هذه الفضاءات الجديدة اللي يستمروا فيها أنهم يساهموا في بناء الطرق في التطهير في الإنارة العمومية في إيصال الخدمات في توفير مدارس مستوصفات دور ديال الحضانة مدارس للتعليم الأولي هكذا استطعنا أننا نغيره هذا الأمر بغيت نختم هذا الجواب بالقول لنأخذ الدار البيضاء مثلاً اللي هي أهم مدينة اللي كانت عندها هذا المدن ديال الصفح وليفاكة ذلك السكن الاجتماعي الخيار واضح كاين هناك مدن كبيرة عبر العالم بحل ريو جانيرو بحل مكسيكو اللي فيهم مدن الصفح على امتداد عشرات الكيلومترات وفيهم مسكن غير قانوني كذلك وانا مشفتهم ومشيت لهم وكاين لإمكانية لأننا اعتقنا الموقف بالنسبة للدار البيضاء إما أن تكون هذه السكن الاجتماعي مع تحسينه تدريجياً إما أنه غيكون على واحد المدار ديال عشرين كيلومتر حول الدار البيضاء كله مدن صفح وسكن غير قانوني واندك هذا الأمر كي يطرح مشاكل بالنسبة للاستقرار ديال البلاد بالنسبة للاستقرار سياسي ولذلك كان علينا أن تكون لنا سياسة سريعة قوية وأعتقدنا ننجحنا فيها أعتقد أنه حزب تقدم الاشتراكية معروف بمواقفه الواضحة على هذا المستوى طيلت هذه الأزمات كاملة وهذه المحاكمات كاملة اللي عرفناها طيلت المراحل اللي تلات الحراكة ديال الريف أو الحراكة ديالجرادة كان حزب تقدم الاشتراكية يعلن بوضوح على مواقف وبلغات ديال المكتب السياسي تصريحات ديالشخصين أو ديال قياديين وقياديات في حيث تقدم الاشتراكية تقول بأنه ما يمكنش نعالج القضايا الإعلامية بالمحاكمات الإعلام في حاجة كما هوش بالنسبة لفضاء السياسي في حاجة إلى حرية في حاجة إلى استقلالية في حاجة إلى مصداقية في حاجة إلى أنه إذا كانت هناك بعض المشاكل وتوجد مشاكل كالتعالج منطلقا من قرارات داخلية ديال الهيئات الأخلاقية ديال الصحفة لذلك عندما كنت وزير ديال الاتصال عملت على الدفع بفكرتي المجلس الوطني للصحفة لمجد في موجودة موجود في بلدان راقية بحال كندا بحال سويسرا بحال البلجيكا بحال إسبانيا في بعض الجهات ديالها هذا الأمر هذا هو الدار اليوم ولكن هذا الهيئة ديال المجلس الوطني للصحفة ما تلعبش الدور ديالها كما يجب بدل لو أن القضايا المرتبطة بالصحفيين وبالصحفة ما توصلش للمعاكم ما توصلش هذا الهيئة تلعب دورها من ناحية الأخلاقية وهي التي تصدر قرارات متعلقة بصحفيات وصحفيين في ممارستهم وش كي احترموا الأخلاقيات وما كي احترمواش الأخلاقيات دون أن نصل لا لسجن ولا لمحكمة ولا وبالأحرى إلى السجن في الموضوع ديال حراك الريف إلى يومنا هذا نطالب بانفراج سياسي حقيقي ليجعل أنه نطوي الملف ديال الريف وأنه تمت خطوات عفو ملكي بمراحل هم عدد من المعنيين بالأمر لكن كنا نعتبره بإنما داست كما داست سنوات بالنسبة لبعض المحاكمات متعلقة بإعلاميين داست سنوات على الملف ديال الريف وبتاليخ سويت طوى سويت طوى نهائي لأنه كنا كنتمنا أنه يتطوى قبل الانتخابات لأنه يمكن يعطي واحد الشحنة واحد أن الفاس ديمقراطي يعود يرجع الاتقال بعض الأوسط عملنا كذلك على معالجة ديال الملف ديال جرادا من خلال إدماج شباب ديال جرادا في الترشيح مع حيث التقدم الاشتراكية واليوم رأم ديرين واحد الحملة هائلة بمدينة جرادا بمئات بل آلاف المواطنين والمواطنات والشباب وسط المدينة وربما يخلقوا المفاجأة واستطعوا أنهم يحصلوا على مقعد وأعتقد أنه كان لنا دور إيجابي على هذا المستوى أي أننا أخرجنا هذا الشباب ضائع الذي يعيش ظروف صعبة والذي كان يحتج من فضاء الاحتجاج فقط في الشارع إلى فضاء مؤسسات الديمقراطية وفي ذلك فائدة بالنسبة للبلاد قلتها في حينها قلتها لمكتب السياسي ومشيت إلى برنامج تليفزيوني وقلت بعدما كان لي نقاش في الموضوع مع رفيق العزيز خالد ناصري الذي وجد في واحدة الوضعية كان اجتماع ديالحزاب السياسية ما تمكنش نحضرت له لأنه كنت في الخارج واعتبرت بإنما هذا قحموا واحد العدد ديالحزاب السياسية في ديالاجتماع باش تقول تصريحات التي كانت في غير محلها حشا أن يكون أبداً ناس ديالريف ناس يمارسون بأي شكل من الأشكال الانفصال مرسوا الاحتجاج لأنهم كيعانيهم من نضعية معينة كيحسوا بالحجرة وبالتالي اعتذرت وقلت بأنه هذا خطأ قلت في ديالك الوقت باقي البعض كيخرجنا هذا الملف ولكن الدليل على ذلك ربما اليوم الحزب الوحيد اللي كيمشي لحسيمة ومشيت شخصياً وعنده استقبال من قبل الناس ديالحراك ديالريف هما حزب تقدم اشتراكية واليوم كذلك عندنا ترشيح هائل بمدينة الحسيمة وربما لأول مرة سيكون لنا مقعد برلماني بالمدينة بالنظر لهذه المواقف ولطبيعة المرشحين اللي قدمنا أنا معك في هذا السؤال لأنه مع الأسف كان بيودنا أننا نقدمه مثلاً جواب يساري جواب تقدمي قوي ونقوله بأنه هكذا تتحالف حزاب اليسار وتريد أنها تقدم بديل مع الأسف نعلم أن حزب يذهب في تحالفات أخرى وهو موجود في الحكومة اليوم له ذلك اليسار الجدري هو برسو تشتتف هذه الأسابيع الأخيرة ولا يريد أن يشتغل مع أحد خارج الفضاء اللي هم فيه وهذا خطأ في حد ذاته رغم اليد الممدودة لأنك حزب منذ سنوات ونحن نقول ذلك فبتري في هذا الخنطق يسار نجده أنفسنا وكاننا ما عمنا من عمله كان مره الصف الثاني شنا هو هو الحركة الوطنية والديمقراطية أي ما كان يسمى بالكتلة الديمقراطية أي حزب الاستقلال حزب الاستقلال لنا علاقات مزيانة معاه منذ مدة لكن لما جئنا لهذا الفطرة هذي وحاولنا نديره شي حاجة مع الأحزاب المعارضة اللي فيها الاستقلال وفيها الأصلة والمعاصرة الاستقلال بالخصوص فضل أن يقول سوف يرى ما بعد الانتخابات ولذلك إحنا وجدنا نفسنا اليوم مضطرين أننا ندافع على تصور ندافع على برنامج ندافع على الكونه الديمقراطي على هذا النفس اللي إحنا كنت طلبوه بالنسبة للحوريات البرورة ديال الدستور الاقتصاد القوي بالاستثمار العمومي الدور ديال الدولة ندافع على تصنيع على عدد من الأفكار ندافع الجانب الاجتماعي في برنامجنا تعليم عمومية صحة عمومية قوية مستشفى عمومية مدراسة عمومية غير ذلك على هذا الأساس إلا نجحنا وكنا قويين كيمكننا نشوفوه معا من يمكن نشكلو برنامج حكومي ومعا من يمكن إلا دخلنا ندخلوه نوزنه في اتجاه ديال الإصلاح وفي اتجاه الديمقراطي والتقدمي الذي نؤمن به والترتيب الله وحده يعلم ذلك لأنه صعيب علينا نقولك ده خاصة إنه كين مشكل ديال العزوف مشكل كبير ديال العزوف من تروح كتحس به أنا لما كانت تجول في الدائرة ديالي اللي هي الدائرة ديال الرباط المحيط اللي فيها المحيط ودير الجماع ويعقوب منصور ورقواس وقباب وعقدار الرياض وحي الفاتح وحي المسيرة يعني دائرة كبيرة كتحس بأنه هناك جزء من المواطنين ومواطنات خاصة للفئة الشابة اللي ما تيقينش اللي تصابوا بهذا الحيرة اللي كتجعل أنهم كيعتبروا اليوم أنه كما قلتي ولد عبد الواحد كلهم واحد وأعتقد أن ذلك موقف خاطئ ما بغينش يصوتو ولكن في نية المطاف عدم تصوتهم كيؤدي إلى أنه هادش اللي كيشكيوا منو غايزيدة قوة وهادو اللي كيعتمدوا على المال وعلى إغرق الدوائر في المال وعلى التصويت الديني أو غير ذلك غايب قاوهما والأحزاب اللي كتعتمد على التصويت السياسي بحل حيث بتقدم الاشتراكية صعيب عليها أن تكون قوية إذا ما كانش تصويت قوي لذلك إذا كانت الأمور عادية حيث بتقدموا اشتراكية قد يكون ضمن الخمسة أحزاب الأولى إذا كان لنا أن هناك من أصل واحد العشرات المليون دين الناس اللي ربما اليوم ما بغينش تصوتهم من 17 ولا 18 المليون إذا جوي صوته إذا جزء كبير منهم واحد من المليون إضافي أو جزء المليون إضافي إن جوي صوته وصوته على حيث بتقدم الاشتراكية يمكن نقلبوا المواقع ونكونوا في الصفوف الأمامية وأنا ذاك كيولي كلام آخر هيدا لك نعوّل كثيرا على التصويت تصويت دي الشباب تصويت دي الشبات تصويت دي النساء بكتافة تصويت دي الفئات الوسطى التي يتعين أن تقول كلمتها تصويت دي الأحياء الشعبية دي الناس اللي رفضي للفلوس ورفضي للبيع وشرف الضمائر كنتمنوا أن يكونوا واحد رجا اللي تعطي الأصوات الكافية لحزب تقدم الاشتراكية لتكون لهم مرتبة متقدمة نزهة دي الناسه معروفين الحمد لله حتى الناس اللي دازوا كله موزارة ما كيش واحد في شوبها واحدة والقوة والجرأة دي الحزب تقدم الاشتراكية لأنه حزب يقول المواقف دياله كيتلقى ضربات كيمكن يتراجع بعد الشيء لكن يعود يوقف والمناضلين دياله المناضلين اللي يعني فيهم قدرة على المقاومة والبرنامج التصور القرب من المواطنين البعد الديمقراطي والدفاع عليه والبعد الاجتماعي والدفاع عليه بقوة أعتقد أننا لن نجد بكل صراحة حزب اللي يمكن يفيد المواطنات والمواطنين ويفيد بلادنا مثل حزب التقدم الاشتراكية موسيقى